موسيقى ينعقد بمدينة مراكوش من 31 ماي إلى جيوش يونيو معرض جايتكس هذا المعرض هو أساساً معرض في دبي مشهور منذ أكثر من 30 سنة لكن هذه السنة ينعقد لأول مرة خارج البلاد وخارج الشرق العوسط في المغرب لأسباب ستموقع المغرب في مستويات لم يكن يحلم بها مسبقاً فمعرض جايتكس الآن ينعقد كما قلت في مراكوش تحت اسم جديد جايتكس أفريكا أي جايتكس موجه لإفريقيا عن طريق بوابة المغرب وهذا الاختيار لم يأتي عبثاً بل جاء لما حققه المغرب في السنوات القليلة الأخيرة وخاصة منذ أزمة كوفيد في توجهه وانطلاقه في كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية المغرب الحمد لله تموقع ولا معروف ولا عنده إشعاع سياسي اقتصادي اجتماعي هذا جايتكس أنا أقول وأعيم أقول أنه فرصة ذهبية للمغرب ليسرع لتسريع الخطى في تجاه استراتيجية الرقمانة المغربية لكل القطاعات ومن مزايا هذا المعرض الدولي أنه سيتم منطقة 100 حامل مشروع ابتكاري مغربي و200 حامل مشروع ابتكاري إفريقي و100 من مختلف دول العالم هؤلاء سيكون ضيوف لهذا المعرض ويخصص لهم أروقة خاصة بهم ويتم ربط اتصال بينهم وبين المستثمرين حتى من سيليكون فالي من كل من الهند من كوريا من كل البلد ومن المنطقة الخليج التي أتمنى أن تكون غائبة في هذا الورش إذن فرصة ذهبية ننتظر إن شاء الله انعقاد الإعلان عن نتائج هذا الانتقاء لمئة شركة مغربية مئة شاب مغربي حامل لمشروع ابتكاري مع إمكانية التمويل فهذا سيخلق فرص غير مسبوقة إن شاء الله ونتمنى لشبابنا المغربي كل نجاح والتألق وشخصيا أثق كثيرا في شباب المغرب الألفية الثالثة اشتركوا في القناة